النهاردة وقفت قدام حاجتين مهمين جدا الحاجة الاولى الاخ شريف مونير حسن عضو مجلس ادارة في احد مجالس مرتضى مصور على نفس الوتيرة ونفس الحملة مع كل الاحترام للسيد شريف مونير حسن وعمنا الكابتن مونير حسن وكل الناس ولكن حضرتك فسر لي او تعالى فسر معايا ماذا يريد شريف مونير حسن بهذا البوست رغم اختلاف الشديد والازلي تشريف مونير حسن اللي بيقول في البوست ده اهو البوست ده شريف مونير حسن بيقول ايه بيقول رغم اختلاف الشديد والازلي كإني على رأسه بابحة يعني ما هو دلوقتي كل واحد عايز يساند مرتضى منصور يقول لك رغم اختلاف الشديد رغم اني انا ما كنتش موافق انه يقعد رغم اني انا كنت معترض على له الا انه انقذ النادي رغم اني انا مش معاه الا انه كان ممشي فرقة الكورة على الرغم اني انا ما بطعهوش ولكن للامانة ما كانش حد بيقدر يتكلم على ايامه معرفته هما بيجيبوا الكلام ده منين وبيجيبوا الخزعبلة ده منين على نفس الوتيرة شريف مونير حسن يقول رغم اختلافي الشديد والازلي اللي جاء من والازل اللي جاء لي والازة مش الازلي مع ذرة الرغم اختلاف الشديد والازل اللي جاء لي من مرتضى منصور باعتبار ان مرتضى منصور مشاه من الشركة اللي كان شغال فيها وهو دلوقت بسم الله ما شاء الله شغال في شركة وي واخد بالك انت الاخ شريف مونير حسن وكان احرى عليه ان يصمت لانه سكت دهرا ونطق كفرا اسمع شريف مونير حسن بيقوليه رغم اختلاف الشديد والازل اللي جاء لي من مرتضى منصور الا انه كان يعرف يدير ويتعامل بطريقته اللي كانت تعتبر ناجحة از كان البعض بيشوفها طريقة خاطئة بس سنك واحد زملكاوي يهمني النتائج مش العلاقات الشخصية ورسالة الى رموز النادي مرتضى منصور ساب النادي انتو فين اللي كانوا ضدوا طلعوا لما ساب النادي في التلفزيون يطلعوا الكراهية واللي كان بيعملوا فيهم واختفوا خافوا على النادي وكفية منظرك الدابة الناس اللي حوالينا عارفين مين اللي كان بيقف ومين من اول الم بيجري اختشوا وما تضحكوش عن ناس وقالب رحابة بورجيلة يشوف كبار النادي ورموزه عشان يساعدوا ويجتمعوا مع اللجنة المؤقتة يعطي نصايح مغموصة بالسم حتى نوصل لك معلومة ان مرتضى منصور تختلف او تتفق معاه كان بيقرف يتعامل مع الازمات اسلوب قديم ورقيق وبست غير موفق بالمرة من واحد من المفترض اتخرب بيته بسبب مرتضى منصور واتخرب بيت الكابتن مونير ابوه بسبب مرتضى منصور ووجه لهم قمة الاهانات وبأقزر الالفاظ ولم يتركهم وبيقول لك هي بيقول لك الراجل بصراحة يعني لا 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 بصراحة الراجل كان بيقرف بيتعامل مع الازمات دي ويقرف بيتعامل مع الكلام ده واخد بقى لك انت تعال بقى هي للمفاجأة الاستاذ مصطفى سيف العماري عضو مجلس ادارة في احد مجالس مرتضى منصور وخبال حضرتك وابن عمنا المحترم سيف العماري رحمة الله عليه شوف بيقول لهم استوقفني تصريح وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي بدعم الزمالك بمبلغ 100 مليون جنيه من جهات مختلفة ولكنه يتبرأ الان ويرفع لديه من اي اخفاق يحدث للفريق وللنادي وكأنه ادى المقلوب منه رغم انه منذ اتى باللجنة الحالية التي لم نشعر منها اطلاقا باي بوادر للنجاح واخفقت في ملفات كثيرة ولا تعرف كيف تدير فكيف اتلقى دعم بمبلغ 100 مليون جنيه ولا اتخلص من اغلب ازماتي فرغم خلافات الشديدة مع رئيس النادي السابق إلا بص خلي بالك نفس كلام شريف مونير حسن هما كانوا كانبين البص مع بعض لمؤجزة الله اعلم مع كل الاحترام والتقدير للاتنين لهم مني كل التحية والتقدير بص خليك في اللي جاية ازتونة في اللي جاية نفس كلام شريف مونير حسن بص بص شايف رغم اختلافي برضي لازم كل واحد يقول لي اختلافي لازم كل واحد يقول لك رغم اختلافي شفت انت الفيلم واكد لك ان طعم لك ولا يمكن تكون غير ليك طعم ليك ومش هتمكن لا يمكن تكون غير ليك بص رغم اختلافي الشديد خلافاتي الشديدة مع رئيس النادي السابق إلا كأنه كان يعرف تداري المؤسسات الكبرى والاندية الجماهرية وهو ما نفقده الآن وكما اكدت سابقا لا افكر مطلقا في قوضي الانتخابات ورغم انني كان لدي الفرصة للترشح في الانتخابات السابقة رفضت الترشح لان كل تفكيري يكون دائما لصالح نادي الزمالك سواء كنت في ادارة النادي او لا اتولى اي منصب بالنادي وهو ما فعلته وتقدمت بمقترحات كثيرة للجنة الحالية لتنفيذ مشروعات تدر دخل على النادي وتكون متنفسا لحل الأزمة المالية إلا أن اللجنة لم تخطو أي خطوات نهو التنفيذ بل يتباهى أعضاؤها بتلك المقترحات كأنهم أصحابها ورغم ذلك دون التنفيذ والسؤال الآن هل تعيي اللجنة لإدارة النادي كانت وفقا لقدرات وإمكانيات أفراد باستطاعتهم إدارة نادي عريق وواحد من أكبر أنديات أفريقيا أم مجرد علاقات وأشخاص محسوبين وتابعين والآن تتبرأ معالي الوزير من نتائج تعيين اللجنة التي أتيت بها أنت خلي بالك رغم اختلافي الشديد خلي بالك رغم أني أزماتي معه خلي بالك رغم أنه خرب بيتك وأزالي وهل من الرجولة أني اللي أزاك وخرب بيتك يا شريب بي مونير تدي إحاءات للناس أنه منقز وأنت تعلم أنه أهدر مليارات على نادي الزمارك هل من الأمانة يا مصطفى بي وكلاكما كنت عضوى مجلس إدارة إنك أنت تطلع تتكلم في التوقيت ده بالكلام ده وتيجي بدل ما تقول للناس أشهد أمام الله إنه هو اللي دمر النادي وهو اللي جاب النادي لمس أكتاف وهو اللي سابها أرض محروقة لا يصلح بعده شيء لسنين تطلع تقوله هذا الكلام وتضلله بالناس وفي الأكثر تصدر تقولي رغم اختلافي ورغم أزماتي ورغم إنه أزاني ورغم إنه مش عارف إيه هل هذا يعقل؟ يعني أن يقال هذا من غير مصطفى سفل عماري الراجل اللي محسوب على مرتضى منصور علنية لما يتكلم ومع كل إخفاق يصيد في يصيد ويستغل الظروح هذا حقه يعني مثلا محمود العسال قال لك كلمة حق يعني بص محمود العسال بيقولك إيه كلمة حق منذ 2017 ده محمود العسال واخد بال حضرتك ده محمود العسال بيقولك منذ 2015 واخد بالك منذ 2017 ومجلس مرتضى منصور هم الشاغل هو صنع فريق له شخصية البطل فعلا له شخصية البطل منذ 2017 محمود العسال ما كانش على وفاق مع مرتضى منصور أصلا لأن أنا سبب هذه العلاقة لما نتبعت علشان خاطر هما يقبضوا تمني إن كان السيد محمود العسال ولا محمد إسماعيل فكله بيطبل عا كان يهد النادي كله بيطبل ولكن عند عبد الناصر زدان لازم كله يقف ويعرف حدوده إيه لأنني أنا الوحيد اللي قادر أكشفكم قدام الناس كلها يقولك 2017 أنت معرفتش مرتضى منصور غير في 2018 أو بعد 2017 لما رحت أنت ومحمد إسماعيل للنادي النهري وديته فروض الولاء وقضاء وإنتوا كنتوا شغالين طول الوقت تقولوا للناس مرتضى لا يتحاكم ولا يمشي من النادي ولا يصعد في الانتخابات وبتصدروا كنتوا كل حاجة غلط للناس وبتصدروا كل حاجة غلط للناس لكن الحملة دي اللي أنتوا عايزين تغطوا فيها على محاكمة مرتضى مرسور لأنتوا فيه ولابد من محاكمة مرتضى مرسور وبقولك مصر لو محاكمتش مرتضى مرسور يبقى على الدنيا السلام يبقى ما عندناش لا قضاء ولا عندنا دولة وإحنا كده بنقول كل واحد يعمل ما بداله ويعمل أوسع ما في خيله لأن في النهاية ما فيش حد عيتحاكم لا مرتضى مرسور عيتحاكم ولازم يتحاكم ولازم أنتوا تتحاكموا معاه وكل واحد أدار النادي لازم يتحاكم مع مرتضى مرسور هو دا لأدل لكن أنتوا عايزين تودون في أدة تانية الزمالك لا بتاع نقطة يا بيه ولا بتاع نقطتين ولا بتاع تلت نقطة ولا بتاع فرقة كورة الزمالك كيان لا يقف على أشخاص أيا كانت مين هذه الأشخاص لكن الأشكال اللي بتتكلم وخائفة من شيء ما يا ما عملته حملاته بوزت ويا ما عملته حملاته ضللته الناس وتكشفته ما أنتوا أنه قلتوا مش عايز يساب النادي وساب النادي هو ساب النادي ليه هو مجلسه تجمد ليه عليك أن كان بيبيع بالسباح في الحسين ولا عشان اللي كان قالت أن فيه إهدار ما العام واخد بالك أنت هو كان أسد واحد يقول لكمك بتحبني الأسد معرفك يحمي عارينه ليه اقترض من النادي ليه اقترض من النادي مناخيره جات في التراب ليه وأسد مين اللي راجع وبتعملوا إيه عا كانت ترجع ومش هيرجع وحيات أمك اللي سبه يا ابني انت وهو وقال لك أمك بتحبني وهزأك وانت ما عندكش كرمة ما عيرجع وعيتهاكم وكل وقت خد جنيه وكل وقت خد جنيه عيرجعه اتنين جنيه واللي مش عيرجع عيتهبس والأيام بيننا الأيام بيننا الأيام بيننا الأيام بيننا خليك انت عايش في الوهم لغاية ما النادي كله يتدمر ما هو الأشكال اللي زيك هي اللي ضيعت النادي الأشكال اللي زيك هي اللي دمرت النادي الأشكال اللي بطالب أن باطل يجي يرجع تاني هي الأشكال اللي دمرت النادي محمود بيل عسال بيقول لك بص حضرتك بيقول لك كلمة حق أنا مش عارف جاب منين كلمة حق أقول اللي انت عايزه بس ما تكتبش كلمة حق بص منذ 2017 ومجلس مرتضى منصور هم والشاغل هو صنع فريق له شخصية البطل فعمل إيه صاحب شخصية البطل بص فريق لا يخاف فريق قوي تخشاه كافة الفرق وقد نجح بالفعل وأصبح الزمالك فريق قوي له شخصية البطل يفوز وحتى لو لم يلعب لخوف الفريق الآخر من مجرد اللعبة أمامه ليه كان مرتضى منصور عمر بن الخطاب النادي بتترعب من اسمه تتغلب منطوب الأرض وانت ناسي ولا ان كنت ناسي أفكرك ولا انت بتجيب تاريخ من بيتكم يا محمود بيل ولا هي حاملة غسيل صمعة مش عيرجع يا محمود بيل وانت عارف انه مش عيرجع ويا مترهاند انه مش عايز اقفل انتخابات وصاقة ومش عايز يسيب النادي وسابه ومش عايز يقدر على اللجنة الأولمبية وإدريك كل الأوهام دي خيالات من معض خيالاتكم لا يمكن ان نسكت على تصديرها للرأي العام مرتضى منصور دلوقتي بإميسي مرتضى منصور دلوقتي عايزين هم مطلب جماهيري يعني كيف تستقيم الأمور كيف تستقيم الأمور ان النهاردة بدل مندور على محاكمة مرتضى منصور نقول يرجع مرتضى منصور ايه في ايه عايزين تقلبوا الهرم عايزين تقلبوا الدنيا رأسا على أقب يا راجل عب عليك احنا في دولة مؤسسات ده عدم محاكمة مرتضى منصور صب في جبين الدولة عدم رجوع أموال الزمالك صب في جبين النظام وإحنا عندنا نظام محترم عايز عبد الفتاح السيس العظيم يرجع واحد سرق المال العام عايز يرجع لص عايز النظام المحترم ده اللي شان من أهلك الظروف يسكت على سرقة نالي الزمالك عايز الدولة تغني عنيها عن الحرمية اللي نهبت نادي الزمالك فيه والله بصراحة أنا أسجل إعجابي ببجحتكم وعنيكم الحمرة وأسجل إعجابي إنكم وصلتم لهذه الدرجة من الفجر وكأنكم تحولتم فجأة إلى ملائكة وإنتوا عارفين إنه كلكم من أولكم لآخركم القانون مش عايزي بكم موسيقى